حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومته من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء ركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا أنهم رأوه بالأمس عن نون الهلال فأمرهم أن يفطروا وأن يخرجوا من الغد قال شعبة أراه من آخر النهار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يشهدهما منافق يعني صلاة الصبح والعشاء قال أبو بشر يعني لا يواظب عليهما حانا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال أنا شعبة عن أبي بشر عن سلام بن عمر وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوانكم فأحسنوا إليهم أو فأصلحوا إليهم وأستعينوهم على ما غلبكم وأعينوهم على ما غلبهم قال حجاج في حديثه قال سمعت سلام بن عمر ورجلا من قومه وقال حجاج وأصلحوا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن مطر عن معاوية بن قرة عن رجل من الأنصار أن رجلا أوطأ بعيره أضحيا عمين وهو محرم فكسر بيضها فانطلق إلى علي رضي الله تعالى عنه فسأله عن ذلك فقال له علي عليك بكل بيضة جنين ناقة أو ضراب ناقة فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال علي بما سمعت ولكن هلما إلى الرخصة عليك بكل بيضة صوم أو أطعام مسكيء حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حسناء امرأة من بني صريمين عن عمها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والوائد في الجنة حثناه شيم أخبرنا أبو بشر عن أبي عمير بن أنس حدثني عمومة لمن الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد حسن إسحاق يعني الأزرق أخبرنا عوف حدثتني حسناء ابنة معاوية الصريمية وعن عمها قال قلت يا رسول الله من في الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والموؤودة في الجنة